شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح المؤتمر السنوي 21 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمسقط وفي كلمة له أكد أبو الغيط أن المؤتمر يتيح فرصة ثمينة لتبادل الرؤى واستعراض أفضل التجارب الإدارية العربية في مجال مجابهة التغير المناخي وأوضح أبو الغيط أن قمة المناخ كوب 27 التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ شهدت مشاركة عربية استثنائية وصدر عنها قرارات تضمنت بعض المكاسب النسبية للدول النامية لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار